حيو الهجل مغمراتية حي مركوب الثلائل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هناك ايضا مستمرة في هذه الانطلاقات شوطنا الثالث المخصص للجعدان محليات الاصائل لسن الثناية انطلاق سليم لكافة هذه الشعارات ومعناه على اسمان التي انطلقت مباشرة نسيه للمقدمة هذا الشوط نسيه للمركز الاول في هذه اللحظات وفي هذا المسار متقدمة ايضا في هذه اللحظات هذا هو ايضا مياس من يتقدم على الصدارة على المقدمة في هذه اللحظات عبيد بن علي بن سويدان المنصوري بينما المركز الثاني بلقاء الشامي سعد بن عنزان النعيمي القادم هناك ايضا في هذه الانطلاقات وفي هذا المسار بينما المركز الثالث المركز الثالث اللي وصل فيه دمعان سعد بن عزاب خاتم النعيمي من يتقدم في هذه اللحظات نغلتنا الى المركز الرابع على الواصل والمتقدم في هذه اللحظات مشاهدين ومتابعين الكلام بلق المتحد خليفة بن حمد بن مبارك على خليفة يقدم لنا المتحد في هذه اللحظات على المركز الرابع في هذه اللحظات بينما المركز الخامس وصول الله وتقدم وتسلل من اسراب حمد بن علي بن حمد بن داه المنصوري هكذا نتيجتنا في هذه اللحظات وفي هذا المسار هكذا النتيجة مشاهدين متابعين الكرام نتيجتنا هناك ايضا وانطلاقاتنا والشعارات المتقدمة في هذا الشوط وفي هذا المسار في هذا التحدي الجميل والانطلاقات المميزة هنا نعود للمقدمة نعود لصدارة هذا الشوط نعود للمركز الأول في هذه اللحظات وفي هذا المسار أسماء جميلة شعارات مميزة هنا قادمة هنا للمشاركة في أرضية هذا الميدان مباشرة مع مياس مياس ومالها للخزن ياه يا مال يا أبو علي أمال تتابع هناك أيضا هذا عن انطلاق انطلاقة مياس المقدمة على المركز الأول في هذا الشوت ومع المركز الأول المركز الثاني دمعان وهناك الشامي سعد بن عزاب الخاتم عن عيمي قادم من ميدان التحدي للمشاركة في أرضية هذا الميدان هنا أيضا في هذا المسار وفي هذا التحدي هنا فمرحبا بكل الضيوف القادمين من كل حد من وصوب للمشاركة ما بين إخوانهم هنا في دولة الإمارات سواء هنا في هذا الميدان وفي جميع ميادين دولة الإمارات العربية المتحدة التي ترحب بضيوفها القادمين هنا أيضا من مجلس التعاون للمشاركة هنا في رياضة الأباي والأجداد هكذا مشاهدينا هكذا تحدياتنا هكذا الإثارة المستمرة بغيادة مياس بغيادة مياس الذي إلى سجل ذهبي حافل سجل حافل بالإنجازات وفي تحديات المثيرة عبيد بن علي بن سويدان المنصوري من يتقدم على الصدارة هلولة ثانيا دمعان وصل دمعان على المركز الثاني سعد بن عنزاب خاتم بن عنزان النعيمي اللي احتل المركز الثاني والمركز الثالث الشامي سعد بن عنزاب خاتم النعيمي وصل على المركز الثالث المركز الرابع هناك أيضا خلي عليه زوم مخرجنا على المركز الرابع والمركز الخامس وصول من هذه الأسماء المتقدمة في هذا الشوط وفي هذا المسار كذا النتيجة نعود مع الثلاثة المركز الأولى المتقدمة في هذا الشوط وفي هذا المسار في هذا التحدي المثير والانطلاقات ما بين هذه الأسماء ما بين هذه الشعارات ما بين هذه الشعارات روح يا رعي مياس وركز في هذا الشوت يرعي مياس يبغي لتركيز يبغي لمتابع هل سوف يبغى في هذا الميدان ولا سوف يقادر سوف يقادر هنا أيضا مع أيضا الشعارات الغادمة والأسماء القادمة ولكن مياس ما زال ما زال هنا أيضا على البداية على المقدمة ولكن أشوف دمعان 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 على المركز الثاني الثاني ناوي علانيه دمعان ناوي علانيه دمعان على المركز الثاني في هذه اللحظات وهناك الشامي دمعان والشامي سعد بن عزاب خاتم النعيمي من يتقدم على المركز الثاني والثالث في هذه اللحظات وفي هذا المسار في هذا التحدي الجميل والانطلاق المميز هنا في هذا الشوق يا سلام المسال المستغيم نحو خط نهاية المسال المستغيم نحو خط نهاية هنا دائما الأصالة دائما السلالة التي تتحمل هناك أيضا المسافات تتحمل هناك أيضا أيضا العوضات الجميلة والمميزة والمطلوبة دائما منها مع الكيلو متر الأخير سوف نرى ونشوف هنا أيضا نطالع هنا أيضا هذا الشوق وقمة تحمل هذا الشوق والسلالات التي تتواجد في هذا الشوق هذا هو مياس يوم يقول ما دأم عندي وزمياس يهبني من مطلعي كوس هنا على المقدمة على الصدار مع المركز الأول هنا الله في أرضية ميدانه ما بين مشجعين في أرضية ميدانه هنا مياس بدأ يباعد بدأ يباعد على المقدمة مع المركز الأول هنا مع المركز الأول هذا هو الكيلو متر الأخير والخطير والمثير عصاف الأبطان عصاف الأبطان هنا على المقدمة مع المركز الأول مشكور يا بو غانم يا جمال بن غانم الذي رشحه من يوم لبسه هناك أيضا الشوت قال شوت مياس في هذا المسار في هذا التحدي المهير والمميز قال قلطانين يسجلون عند مياس هذا الشوت شوت مياس هنا على البداية شوت المحليات أعلنوه وسجلوه باسم مياس عبيد بن علي بن سويدان المنصوري سلام عليك يا بن سويدان سلام عليك يا رعي مياس على المقدمة مع المركز الأول مع الخمسمية الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على هذه العرض الجميل على هذه لدى المميز كفاية 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 على هذا العرض الجميل هنا أيضا على الصدارة والمقدمة مع المركز الأول شربه سلاماتي الخزنة اليوم هذا الناموس عنا خمس ولا ستة إشورات تهامينا والناموس على هذا الهوز سلو بن سويدان سلام سلام تهانينا والناموس على هذا الهوز هوز مياس واحتلال بالمركز الأول تهانينا لحظات وصوله وعبوره إلى خط النهاية تهانينا والناموس المركز الثاني المركز الثاني مشاهدين متابعين الكلام اللي وصل على المركز الثاني هنا أيضا شعار سعد بن عنزاب خاتم النعيمي اللي احتل المركز الثاني واحتل المركز الثالث بينما المركز الرابع هناك يظن علجان القائمة عشر دقائق وثمان ثواني بالوفاء والتمامي والكم